تقول أدعي العيالي في كل وقت يعني لازم أرفع يدي محمد بارك الله فيك بالنسبة لدعائك لأولادك لا شك بأنه عبادة والدعاء للذرية بالذات يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها دعوة الوالد دعوة الوالد لولده من هو الوالد؟ الأم والأب بعض الناس يفهم الوالد الوالد الأب لأنه هي اللغة الدارجة المستعملة لا الوالد الأم والأب الأم والأب هم يسمى والد فدعوة الوالد لولده مستجابة بإذن الله تعالى إذا توفرت طبعا الشروط وانتفت الموانع أخت الفاضلة من آداب الدعاء من آداب الدعاء رفع أيدي وليس من شروط صحة الدعاء يعني أنت الآن جاسة بين مجلس أنت بين حريم وحبيت تدعي العيالك اللهم احفظ عيالي ما يحتاج أنك ترفعين إديك ما يحتاج اللهم احفظ عيالي اللهم يا رب ارزقهم الصحة والعافية اللهم ابعد عنهم عيال الحرام مثلا اللهم يا رب جنبهم الفتن مثلا وما يحتاج ترفعين إديك هذا الرفع الأيدي هذا من آداب الدعاء بارك الله فيك